موسيقى اهلا بكم من القاهرة والناس نشر اخبارية جديدة نبدأها بابرز العنوين شكري يكشفوا عن اولويات مصر خلال رئاسة الاتحاد الافريقي رئيس الاركان مع رجال الجيش الثاني الحكومة تنفي تسريح موظفي الدولة والعمال المؤقتة التمويل لا صحة لوقف صرف مقررات فبراير واليكم تفاصيل النشرة على اعتبار رئاسة مصر للاتحاد الافريقي اكد سامح شكري وزير الخارجية تطلع القاهرة للعمل مع جميع الاشقاء الافارقة خلال رئاسة الاتحاد وذلك خلال لقاءاته مع نظرائه من القارة السمراء على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي لقمة الاتحاد الافريقي المنعقدة في العاصمة الافريقية اديسا بابا تمهيدا لانعقاد دور الثانية والثلاثين للقمة الافريقية يومي الاحد والاثنين المقبلين ويتسلم خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد مشيرا الى ان اولويات الرئاسة المصرية تتضمن التكامل الاقتصادي والاندماج الاقليمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في اطار الاجندة الافريقية الطموحة للتنمية المستدامة اضافة الى حفظ السلم والامن ومد جسور التواصل التقافي والحضاري بين الشعوب الافريقية اليقظة والوعي هذا ما شدد عليه الفريق محمد فريد رئيس اركان حرب قواتنا المسلحة خلال زيارة مفاجئة بعد منتصف ليلة امس لتفقد عناصر تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس والنقاط حرس الحدود بالجيش الثاني الميداني لنتمئناني على جهزياتهم لتنفيذ مهامهم وكفاءتهم القتلية واسلوب تنفيذهم لمهامهم المختلفة ومواجهة المواقف الطارئة مشيدا بجهودهم لحماية الوطن وتطهير سيناء من براثن الارهاب بجانب دورهم الدعم لتنفيذ خطط وبرامج الدولة للتنمية الشاملة وكان رئيس الاركان بدأ لقائه الدوري مع المقاتلين بالوقوف حدادا على ارواح شهداء الجيش والشرطة الذين سقطوا خلال المواجهات مع الارهاب الحكومة ترد على الشائعات فقد نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما يتردد حول وجود نية لتصريح عدد كبير من العمالة المؤقتة بالدولة توفيرا للنفقات حيث اكد الجهاز المركزي لتنظيمه والادارة انه يقوم حاليا بتثبيت العاملين المؤقتين على الباب الاول سواء تم التعاقد معهم قبل او بعد قانون حذر التعاقد وكذلك المؤقتين على الابواب الثاني والرابع والسادس وذلك بعد تعديل الشكل التعاقد لهم اضافة الى المتعاقدين على السنديق والحسابات الخاصة قبل الحذر على الباب الاول فصل مستقل نافيا ايضا ما يثار حول تسريح عدد كبير من موظف الجهاز الاداري بعد الانتقال للعاصمة الادارية هذا واكد المركز الاعلامي للوزراء بحسب وزارة التموين ان ما يتردد حول وقف صرف حصص المواطنين من مقررات فبراير لا اساس له من الصحة مشيرة الى انها تواصل صرف السلع المدعمة من خلال شركتي الجملة العامة والمصرية للبقالين ومنافذ التوزيع لتوزيعها لاصحاب البطاقات التموينية مشيرة الى وجود مخزون استراتيجي من السلع الاساسية تكفي لعدة اشهر ومنها السكر الزيت المكارونا والارز وفي سياقنا متصل نفة التموين وجود اتجاه لرفع الدعم عن الخبز مقابل الحصول على الشريحة الخامسة من قرد صندوق النقد الدولي على جانب النا اخر نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما يثار على بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن اعلان البنك المركزي عن توفير حملة خليها تصدي 12 مليار دولار لخزانة الدولة خلال 30 يوما تؤكد البنك عدم اصدار اية بيانات بهذا الشأن مطالبا وسائل الاعلام المختلفة ورواد مواقع تواصل تحري الدقة والموضوعية قبل نشر معلومات لا تستند الى حقائق وتؤدي الى التأثير سلبا على الوضع الاقتصادي تكريم الابطال فقد وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافأة 286 من رجال الشرطة بقطاع الامن العام والمصالح والادارات العامة ومديريات الامن بمختلف المحفظات بواقع 131 ضابطا و143 فردا وثلاثة خفراء وتسعة مجندين وذلك لوجودهم وتمييزهم في اداء عملهم والانضباط والالتزام والقدية في الاداء مأسى ما في كشف غموض العديد من القضايا وضبط مرتكبيها والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بامن الوطن والمواطنين واستقرار الوطن نشرتنا انتهت الى اللقاء في نشارات اخرى باذن الله اشتركوا في القناة